موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة أخبار التاسعة البداية بالعنوين شهيدة برصاص الاحتلال الشرقي القدس وأبناء شعبنا يشيعون جثماني الشهدين شماسني والنبهين إلى مثواهما الأخير موسيقى الاحتلال يهدم بنايات ساكنية ومحالة تجارية في القدس وعصابات المستوطنين تضرب مجددا في نابلس موسيقى تل أبيب تهدد العفو الدولية بعد كشفها تورط شركات سياحية عملاقة في دعم الاستيطان موسيقى ونتابع في النشرة أيضا لأسير أبو غنيم يتنسم عبير الحرية بعد 12 سنة قضاها في سجون الاحتلال موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل التاسعة مشاهدين السشدات الفتاة سمح مبارك 16 عاما جراء إطلاق الاحتلال النار عليها قرب حاجز زعيم شرقي القدس المحتلة وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الفتاة مبارك بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعم ما أدى إلى استشهادها على الفور إلى ذلك شيعت جماهير غفيرة في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة شيعت جثمان الشهيد رياض شماسن الذي استشهد مطلع الأسبوع الجاري في القدس المحتلة أيضا وكانت سلطات الاحتلال سلمت مساء أمس جثمان الشهيد شماسن قرب مع برعوفر غرب مدينة رام الله إلى التفاصيل شيع المئات من أبناء شعبنا في بلدة قطنة شمال غربي القدس المحتلة جثمان الشهيد رياض شماسن الذي استشهد مطلع الأسبوع الجاري في القدس وانطلق موكب التشييع وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشيعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا أنا أبوه كنتش بدي أوصفه والله ما بقدر أوصفه من الإنتانية من الاحترام من التكدير من كل شيء هذا إنتان يعني الحمد لله رب العالمين مميز مميز بين أهل الكرية كان يتمنى الشهادة والحمد لله من فضل الله الحمد لله رب نعطي أطيها وكانت سلطة الاحتلال صلى مجل ثمان الشهيد شماسن أمس قرب معسكر عفر الاحتلالي غرب مدينة رمالة حيث جرى نقله إلى معهد الطب العدلي في بلدة أبو ديس وتشريحه لتوثيق جرائم الاحتلال أن هذه جريمة نقراء لن تمر مر الكرام وهذا المثلسل الإجرامي بحق البشر وشجر والحجر لن يمر مر الكرام كباقي عمال فلسطين كشباب فلسطين يبحث عن لقمة العيش الكريمة فتفاجئ بحجل إسرائيلي طبيعا الإنسان لا يوجد معه تصريح فتم الإطلاق النار عليه بدم بارد شهيدوا لقمة العيش شماسن أعدم بدم بارد ضمن نهج الاحتلال وأذرعه الأمنية لترهيب أبناء شعبنا والدفع بهم للهجرة القصرية أو العيش بخوف تحت سطوة الاحتلال وريا جثمان الشهيد رياد شماسن أثرى ليلتحق بألاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء لفلسطين ولمسيرة التحرر وسط التعنت احتلالي وجرائم النكراء يصر الاحتلال على ارتكابها يوما تلو الآخر بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن وجودهم من شمال غرب العاصمة المحتلة وسيد صبيح تلفزيون فلسطين وفي المحافظات الجنوبية شيعت جماهير شعبنا في مخيم النصيرات جثمان الشهيد سمير النبهين 47 عاما الذي رتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال مشاركته في مسيرات العودة يوم آخر تودع فيه غزة شهيدا من شهداء مسيرات العودة هنا قناصة إسرائيلية غادرة وقنابل الغاز السامة التي شكلت أدوات أعدام الاحتلال الإسرائيلي للشبان على كامل الشريط الفاصل شرق قطاع غزة وفي الجمعة الثالثة والأربعين للمسيرات أصيب سمير النبهين في وجهه ليرتقي اليوم شهيدا صعوب الجمعة الماضية بنبوبة غاز دخلت في وجهه كسرت الأنف عنده والفق والجمجمة من قدام جمجمة الراس دخل في غيبوبة هيك شوية وعاود صحصح عاود دخل في غيبوبة عميقة بارح ربنات ولا برحمته جماهير غفيرة من حركة فتح والمحافظة الوسطى خرجت تشيع جثمان الشهيد النبهين واستدموع وألم أهله وأطفاله ألقوا عليه نظرة الوداع الأخيرة آملين أن يتقبله الله مع الشهداء الأبرار وطول عمر ابن هذا وطني وبحب فتح وطول عمره في تحاول ورافع رأسه على فتح طول عمره يعني كويس وحنون كمال حنون فينا وحنون في عياله وحنون في كل العالم وكل الناس بتحبه ما لون شيء عن حد بكرهه والحمد لله وناله شيء آده علاقته قوية جدا في أولاده وفي أهله وفي صحابه والله يخسرنا والله يخسرنا وربنا إن شاء الله بعوض معوض إن شاء الله ربنا بعوض ما خير وبصبرنا 250 شهيدا وما يقرب من 2500 جريحا هي حصيلة استهداف القناصة الإسرائيلية للمتظاهرين الذين خرجوا في المسيرات السلمية منذ 30 من آذار الماضي لتبيت مسيرات العودة واجبا وطنيا أسبوعيا ولتمسي بيوت العزاء صورة ثابتة بين ذويهم هذا السن وفي هذا العمر ذهب أيضا ليطالب بحقه مع أبنائه مع إخوانه مع زملاته مع أبناء حركته وأننا في هذا اليوم في حركة الفتح نؤكد أن حق العودة حق المقدس وأننا لن نتنازل عنه ودمائه والشهداء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم بكل ما يملكون من أجل حقهم في العودة إلى أراضيهم نحن اليوم في حركة الفتح أيضا نؤكد أنهم ونحن أيضا سائرين على ضربها ولا الشهداء بإذن الله غزة لتعتادت أن تصبح كل يوم على شهيد هنا أو هناك اليوم تودع شهيدا آخر من شهداء مسيرات العودة شهداء فلسطين الذين آمنوا أن الحق الفلسطيني هو حق مشروع لن يسترد إلا باستمرار النضال حتى آخر رمق من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة سالي السكني تلفزيون فلسطين استقبل سيد الرئيس محمود عباس في مقر رياسة بمدينة رمالة والدة وعائلة الشهيد أيمن حامد الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال وقدم سيادته واجب العزاء لعائلة الشهيد مؤكدا إدانته الكاملة لجريمة قتل الشاب حامد بدم بارد من قبل جيش الاحتلال وشدد سيد الرئيس أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا ستزيده صمودا على أرضه وتمسكا بثوابته الوطنية مهما بلغ حجم التضحيات والضغوطات أطلع سيد الرئيس محمود عباس مسؤولين روسيين على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتطورات السياسية خاصة عقب ترأس دولة فلسطين مجموعة السبع وسبعين والصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء ذلك خلال استقبال سيادته بمقر رئاسة فيرمالة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرنشين ومبعوث الرئيس الروسي أليكساندر لفيرتينيف ورحب سيد الرئيس بالوفد الروسي وأبلغ تحياته للرئيس فلاديمير بوتين مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المميزة ما بين فلسطين وروسيا كما جدد سيد الرئيس رفضه الكامل لما تسمى بصفقة القرن مؤكدا نقيادة لن تقبل بدور أمريكي وحيد في أي عملية سياسية مشددا في الوقت ذاته على حرصنا الكامل على تحقيق الوحدة الوطنية وذلك من خلال التنفيذ الدقيقي لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الذي وقع عام 2017 وتطرق سيادته إلى ملف الانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستجرى في القدس والضفة وقطاع غزة ليتمكن المواطن من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع بدوله نقل نائب وزير الخارجية الروسي تحيات الرئيس بوتين وموقفه المبدئي إلى جانب قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وأكد فيشن أن روسيا مقتنعة بأنه لا حل سياسي في الشرق الأوسط دون حل للقضية الفلسطينية متحدثا عن دعوة موسكو للوفود الفلسطينية في محاولة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد كلمته تحت قيادة سيد الرئيس محمود عباس كما واستقبل سيد الرئيس محمود عباس في رمالة رؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة مثمنا موقفهم الداعم والواضح لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال ورفض كل ما يستهدف تصفية قضيتنا وهنأ سيدته رؤساء الكنائس بعياد الميلاد المجيدة وسنة الميلادية الجديدة مشيدا بالتعايش السلمي في فلسطين الذي يشكل نموذجا يحتذا به في كل العالم فقامت الرئيس نهنيكم على تولي دولة فلسطين رئاسة مجموعة آل 77 زائد الصين ليمثل ذلك تسجيدا للمكانة الدبلوماسية الراقية التي وصلت إليها دولة فلسطين بقيادتك بالحكيمة كما نرى بأنها إصرار على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وتليل على ثقة العالم بقيادتهم في شأن الحكومي طلب رئيس حكومة تسيير الأعمال دكتور رامل حمد الله المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها وخرقها المستمر القانون الدولي الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية داعيا في هذا السياق منظمة أطباء بلا حدود إلى تكتيف عملها وأنشطتها الصحية في المناطق المصنفة جيم جاء ذلك محمد خلال سقبال الحمد الله وفدا من منظمة أطباء بلا حدود برئاسة رئيسة المجلس الدولي للمنظمة جوان ليو حيث طلع الوفد على آخر المسجدات السياسية والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا ووضع القطاع الصحي في فلسطين إلى ذلك بحث الحمد الله مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف دعم العديد من المشاريع التنموية في فلسطين وذلك خلال لقائه في مكتبه برام الله وأطلع الحمد الله تراف على الانتهاكات الإسرائيلية وخاصة اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم دعيا المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعالة لتوفير حماية دولية لأبناء شعبنا ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها وإلزامها باحترام القانون الدولي وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال دكتور رامي الحمد الله تسلم في وقت سابق التقرير السنوي لهيئة التدريب العسكري من رئيس الهيئة اللواء يوسف الحلو وطلع الحمد الله على تقرير الذي أشار إلى تطور الذي شهدته هيئة التدريب العسكري وأشهد بجهود الهيئة والقائمين عليها في تنمية قدرات ضباط وأفراد قوى الأمن بما يساهم في رفع كفاءة المؤسسة الأمنية وفي توفير الأمن للمواطنين وحفظ النظام العام وإنفاذ القانون في شان الميداني هدمت قوات الاحتلال بناية مكونة من ثلاث شقاق سكنية وثلاث محال تجارية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بحجة عدم الترخيصة شبه نفسه بالفقد الذي وزع الحلوى في بيت أجر أو عزاء لذلك يقوم خالد المالحي صاحب البناية التي دمرتها جرفات بلدية الاحتلال بتوزيع الحلوى على المواطنين الذين تجمعوا ليكونوا شهودا على جريمة هدم بناية مكونة من ثلاث شقاق سكنية وثلاثة محل تجارية قائمة منذ عشرين عاما لا أعطونا نوقف محامي خلال عربعة وعشرين ساعة بيجو بيهدوا المحال كيف؟ وصلي عشرين سنة هنا أنا عشرين سنة صلع المحل هذا صلع المصدي المحل بشكل فيه أنا ولادي بنسوي بنشر فيه وبنشكل فيه شو بدي أجاوب ولادي ولادي بقول من هنا نعيش بعد هذا المحل والله ما نعيش لأجاوبهم هدموا أي منشأة في القدس يكون للذريعة ذاتها عدم الترخيص رغم أن سلطات الاحتلال لتمنحوا رخصا تتيح للمقدسيين التجذر والبقاء والتوسع على أرضهما لذلك يجبرون على البناء غير المرخصة لانتزاع حقهم بالسكن والعمل وهنا في حي وادي الجوز يحذر المراقبون من مخطط لإقامة شارع عريضة لمرور المستوطنين على حساب عشرات المحال التجارية في المنطقة الصناعية من الحي ما حدث اليوم في وادي الجوز هو مخطط كبير لمصادر 13 دنوم من المنطقة وادي الجوز لعمل شارع كبير لخدمة بناء تحتية للمستوطنات ولربط المستوطنات بالبلد القديم والقدس وأيضا بلدية الاحتلال تنوي مصادرة وهدم الحسبة وبناء فندق 200 غرفة ومحال تجاري كله يحدث ضمن مخطط كبير باستهداف المدينة استهدافنا في وجودنا في مصادر رزقنا خلال الشهر الأول من العام الجاري والذي لم يطوي صفحاته بعد هدم الاحتلال عشر منشآت سكنية وتجارية في العاصمة المحتلة ووزع عشرات الإختراط في أحياء مختلفة منها العسوية وسلوان القضاء وعلى الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة هذا ما تظهره أنياب جرفات الاحتلال وهي تلتهم بيوت المقدسيين ومنشآتهم وما تاكسه إجراءته كافة في مختلف أنحاء العاصمة المستهدفة كريستين ريناوي تلفزيون فلسطين القدس المحتلة هذا وهدمت قوات الاحتلال منزلا وأخترت بهدم آخر في حيواد قدوم جنوب مدينة القدس المحتلة والحجة هي ذاتها البناء دون ترخيص وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال هدبت منزل المواطن عيسى جعافر للمرة الثانية حيث كانت هدمته قبل ثلاثة أعوام مشردة في حينه ثلاثين فردا معظمهم من الأطفال طلبوا مني أني هد البيت بإيدي مرة مرتين وثلاثة وأربعة ورفضت فضينا البيت خلال هذه الثلاثة أيام هدون وما توقع ناجن وميجوا في ساعة زيهاية يعني أنا كنت أنتظرهم ما أنامش يعني أظل استنام لسنة الصباح كاعدين يستمدين بإذن الله ما بيزع يصحونا وغير أن يستمدين في بطننا في بلدنا وهم يهدوا وإحنا بنبني هم يهدوا وإحنا بنبني والله ما بيزع يصحونا دولة إسرائيل ولا دولة درام ولا بيزعز الشعب الفلسطيني هم غلطانين لما نقول منهم نطفشهم وحول الموضوع ينضم إلينا في الستوديو مدير عام وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم أهلا وسهلا بك سيد معتصم هذه السيدة شحنتنا بإرادة كثيرة سيد معتصم الإرادة التي تتخلخل في إسرائيل هل ستنجح برأيك عمام هذه الإرادة الصلبة؟ حقيقة يا سيدة الفاضلة التي للمرة الثانية يتم هدم بيتها هذه الماجدة المقدسية هي تعكس حال كل مقدسي وكل فلسطيني على امتداد هذه الوطن إرادة المقدسيين وعنفوان المقدسيين هو أكبر وأعظم من نياب هذه الجرافات التي استهدفت بيوتهم صباحا هذا اليوم نعم نحن أمام موسم انتخابات إسرائيلية ويبدو أن الكل يتاجر في الدم الفلسطيني وعلى حساب المواطنين الفلسطينيين وهذا المثال الحي من مدينة القدس المحتلة ماذا ينتظر الفلسطينيين حتى قدوم نيسان موعد الانتخابات الكنيسة الإسرائيلية؟ حقيقة المخزون الانتخابي أمام التطرف الإسرائيلي والصراع اليمين على سدة الحكم المخزون الحقيقي هو الدم الفلسطيني وهو مزيد من استهداف الوجود الفلسطيني وهذه سياسة ممنهجة لحكومة الاحتلال منذ احتلال القدس من 51 عاما فقد بنيت هذه الاستراتيجية على تزوير تاريخ مدينة القدس واستهدافها إضافة إلى فرض واقع جديد في واقع دمغرافي يمثل أقلية فلسطينية داخل العربية فلسطينية داخل هذه المدينة إلا أنني أقول على مسمع ومرأة الجميع أن طريق الألام ما زال موجود طريق سيدنا المسيح ما زال معروف أصوات الكنائس ما زالت تقرأ والأذان ما زال يرفع في مدينة القدس وأهلها الصامدين المرابطين إرادتهم مرة أخرى أقوى من كل صيات الجلاد التي تمارس ضدهم إلا أننا حقيقة وكمقدسيين نواجه أكثر من طرف في هذا الموضوع نحن نواجه سياسة احتلال مبنية على حكومة متطرفة تدعم جمعيات استيطانية هدفها الاستلاء على الأرض وتهجير المقدسيين نواجه قرار الولايات المتحدة الأمريكية في إعلان القدس كعاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها إليها ونواجه للأسف بعض أبناء جلدتنا الذين يفتحون لأولئك الوزراء الإسرائيليين يستبحون المسجد الأقصى ويستبحون الدم الفلسطيني ويفردون لهم السجاد الأحمر في بعض العواصن العربية نحن نواجه ثلاثة أطراف إلا أنني أؤكد مرار ونتكراناً أن إرادة المقدسيين وإرادة الفلسطينيين المتسلحين بها والممتدة سيد معتصم هذا الذخر المقدسي من الخزان البشر الموجود في المدينة المقدسة الاحتلال يسعى لإرهاقه والمساس بهذه الإرادة يستحق الكثير يعني ما هي المقومات التي يمكن أن تتوفر في المتاح ناجل هذا الصمود الذي يبقى متواصلاً حقيقة نحن نقول أن وجودنا هو وجود دائم ووجودنا وعمرنا في مدينة القدس هو أطول من عمر الاحتلال وسيكون كذلك مسألة أخرى أن مدينة القدس عبر التاريخ استهدف من كل المراحل التي تم استعجاب فيها الغزو الدائم دائماً كانت تكون منتصرة إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقدسيين على الأرض لن تنال منها كل هذه الإجراءات ونحن نقول حقيقة المقدسيين يواجهون في كل لحظة سياسة استهداف وسياسة اقتلاع من أرضهم ويتركون لوحدهم كرأس حربة للدفاع عن مدينة القدس إلا أننا إيماننا بعد ذلك قضيتنا إيماننا بالموقف السياسي للقيادة الفلسطينية متسلحين بهذه الإرادة متسلحين بموقف أن القدس ما زالت تحت الاحتلال هذه متؤومة في قوانين وفي شرعية دولية ووجود المقدسيين اسمحي لي أختي الكريمة وعدوا خمسين عاماً على تهجير المقدسيين واليوم عدد المقدسيين على الأرض أكثر من أربعمائة ألف نسمة سياسة التهجير التي تمارس ضدهم فشلت سياسة الاقتلاع فشلت جذورنا ضاربة في أعماق هذه الأرض كل ما يمارس ضد المقدسيين عبرت عنه سيدة الآن باسم كل المقدسية على الأرض أننا لن نقتلع ولا نهاجر ولا نبرح هذا المكان أستاذ الكريم يعني الوجود في الأرض والثبات موجود ولكن دعنا نتحدث بشيء من العملية قليلاً هذه البيوت التي تهدم كيف يتم متابعتها ميدنياً من قبلكم ومن قبل الجهات الأخرى وخاصة نحن نعلم حجم الإجارات المرتفعة في مدينة القدس لسيما هذه البيوت التي تضم أعداد كبيرة من المواطنين يعني في هذه الزاوية حقيقة كل ما يقدم أو سوف يقدم لا يفي ولا يلبي احتياجات الحقيقية لمدينة القدس نحن ضمن رؤية استراتيجية وضعت من القيادة الفلسطينية وضمن الرؤية التي وطعتها اللجنة الأولية للقدس هناك تعويض مباشر عن البيوت التي تهدم تصرف بشكل مباشر لاستئجار بيت لمدة عام أو بدل الإيجار في سبيل الحفاظ على وجود أبناء المدينة داخل مدينتهم وعدم خروجهم خارج هذه الحدود لأننا أقول نحن الواجبنا الوطني الذي تربينا عليه والذي يمثل رؤية القيادة الفلسطينية سنفقى مقصرين طالما موجود هذا الاحتلال هدفنا الاستراتيجي والهدف الأساسي في وجودنا هو اجتثاث هذا الاحتلال وإحقاق الحق الفلسطيني نحن نتوقع في كل يوم مزيد من هذه الانتهاكات لأن حكومة الاحتلال لا تجد لها رادع المجتمع الدولي متفرج للأسف تجاه كل هذه الممارسات بحق المدينة وأهلها والموقف العربي في دعم سمود المقدسيين الرادع الأساسي لهذا الاحتلال هو الإرادة التي شاهدناها جميعا ليس لهذه السيدة وحدها وإنما كل المجدات في الكدس وكل المواطنين والذين أيضا الكيادة تتابع كافة شؤونهم بشكل مباشر وهذا الصمود المتواصل وهذا الدخل الاستراتيجي من الخزان البشري شكرا جزيلا لك سيد باتسامتين ودير عام وحدة الكدس في دوان الرئاسة هذا وخط مستوطنون شعارات عنصرية على عدد من المركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس لم تجف بعد دماء الشهيد حمد النعسى حتى عادت عصابات المستوطنين الإرهابية لتنفذ اعتداء جديدا بحق المواطنين هذه المرة قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس وجهتهم فجرا تسللت مجموعة من المستوطنين المسلحين إلى حي البيدر المقابل لمستوطنة معالي لبونا وهاجمت مركبات المواطنين وخطت عبارات حقدها عليها بعد أن أحدثت خرابا فيها قبل أن تتنبه لها لجان الحراسة وتحول دون استكمال اعتدائها قطع المستوطنين تسللوا من الجهة الغربية والجنوبية على القرية بالعلو هذا نحن طبعا هاي الجهة محاذية لها مستوطنة معالي لبونا ودخلوا على البلد وخطوا شعرات عنصرية على السيارات وأعطبوا لعجال تعاني السيارات ثلاثة إلا عشرة اسمعنا صوت على الساعة ثلاثة بالضبط ردين اسمعنا نفس الصوت وكان فيه صوت يعني ناسب تتخرب بس إحنا مش فاهمين شو اللي بيصير طلع أبوي بدي يسمع الصوت إيش هو طلعنا من الباب كبل ما يعني بدون ما نفتح الباب ولا هم يبضوا في الكشفات التلفونات على السيارات وسط تصاعد هجمات المستوطنة الارهابية بغطاء من جيش الاحتلال وفي إطار مواجهة استهداف الاحتلال للعملية التعليمية بحق بلدتي الساوية واللبن نظمت قوات الأمن الوطني نشاطا ترفيهيا لطلبة البلدتين بالتعاون مع مدرية التربية والتعليم في جنوب نابلس بهدف مسح آثار العدوان الاحتلالي عن نفوس الطلبة ما نقوم فيه في مدرسة اللبن الشرقية ومدرسة الساوية للبنات هي دمن سلسلة متكاملة من برنامج قوات الأمن الوطني دمن تعليمات سيادة اللواء نضال أبو دخان وتحت إشراف سيادة العميد محمد سلامي قائد منطقة نابلس اليوم كان خضورنا في المدرسة اللبن ومدرسة الساوية من دم الفعاليات هو نوع تفريغ نفسه من كبال الأخوات في النوع الاجتماعي والدعم النفسي والعلاقات العامة النشاط الترفيهي هذا يأتي في إطار برنامج خاص تنفذه قوات الأمن الوطني في منطقة جنوب نابلس محط لاعتداءات الاحتلالية والذي يسير باتجاهين الأول أمني عبر التواجد الدائم لقوات الأمن لحماية الطلبة أثناء تنقلهم من وإلى المدرسة والآخر مجتمعي عبر التلاحم والتضامن مع الطلبة بمختلف الوسائل بكر عبدالحق تلفزيون فلسطين نابلس إلى ذلك استولت قوات الاحتلال على براكسين في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم هي حرب اقتصادية تشنها سلطات الاحتلال على المواطنين وتستهدف لقمة عيشهم بالدرجة الأولى ففي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم قام جيش الاحتلال بالتفكيك والاستلاء على محتويات منشأتين اقتصاديتين بذريعة توسيع الشارع الاستطاني الذي اخترق أراضي البلدة لتأمين حركة تنقل المساطنين يجوا قبل يومين صوروا وبحكي لها تحتل الإدارة المدنية بحكي لها شو في مشكلة قال لي منطقة سي ممنوع الشغل هان وبحكي لها يعني في مشكلة إذا نقيمة أو لا قال لي لا ما تقيمة ولا تسوي أي شيء أنا بأرجع بحكي لها هذا الحكي قبل يومين واليوم آجوا هايهم على طول يعني ما فيه أي اختار ولا أي بلاء فقبل أسبوعين تقريبا سيطر الاحتلال على منزل في منطقة خربة الدير وحواله إلى ثكنة عسكرية لمراقبة الشارع الاستطاني ومحيط المدارس في شمال البلدة ترافق ذلك مع حملة مسعورة جعلت البلدة في مرمى نيران الاحتلال والسهداف كل من فيها ناهيك عن كل هذا الشيء بيقوم في الاحتلال لحماية المستوطنين بتم مصادرة 300 دنم من أراضي البلدة في شرق البلد وبطلبوا مننا جيش الاحتلال أنه تهدات الوضع وأنه نحن الإرهابيين بدهم يصادروا أراضينا ونظل سكتين بدهم يكتحنوا مدارسنا ونظل سكتين هذا شيء خطير جدا هم يجرونكم إلى مربع العنف؟ نعم هم يجرون إلى مربع العنف والهدف هو واضح هو حماية قطعان المستوطنين في السير على الطريق والمشهد في محيط مدارس طقوع ينذر بكارثة إنسانية جراء السهداف العملية التعليمية والطلبة ما شكل خطرا على حياتهم سواء كان بالاقتحام أو الاعتقال أو حتى بمحاصرة المدارس بالحواجز ناهيك عن التنكيل بالطلبة وإيقافهم أثناء الذهاب والإياب للمدارس كان فيه محسوم جيش تحت عند المدرسة خلال الاستراحة طلعوا أربع جنود يعني مشي استفزاز عن المدرسة وهددوا بضرب قنابل الصوت وغاز ومطاط وإغلاق المدرسة زي كل مرة يعني كالعادة يعني في الشيش جديد يعني يوم يوم إحنا في هذا الوضع عايشين ويوم يوم بيفتشوا الطلاب هم جئين الصباح وهم روحين بيفتشوهم كمان مرة ودائما فيه دائما نقطة جيش موجودة 24 ساعة على المدخل عند المدرسة هذا تصعيد الاحتلالي يأتي في سياق استلاء المسوطنين على مئات الدنومات في الجهة الشرقية للبلدة وتوفير الاحتلال لغطاء لهم في السباحة ممتلكات المواطنين وأراضيهم عربدة احتلالية تستهدف لقمة عيش المواطنين هنا وعلى مسافة قريبة غطرسة وعنجهية احتلالية تمارس على طلبة المدارس في المنطقة المنطقة حي المدارس في بادة تقوع جنوب الشرق بيت لحمهاني فنون تلفزيون فلسطين اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير صائب عريقات أن قرار حكومة الاحتلال عدم تجديد لبعثة تواجد الدولي بالخليل هو ضوء أخضر للمسوطنين لارتكاب جرائمهم وأكد عريقات خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع قناص لدول بعثة التواجد الدولي إن الحماية الدولية أمر ضروري لشعبنا في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنية لذلك الحماية الدولية أمر ضروري للشعب الفلسطيني هذه رسالتنا للسيد جوتيرس السيكاتير العالم المتحدة هذه رسالتنا للمجتمع الدولي هذا شعب فلسطيني بحاجة إلى حماية دولية حقيقية أمام ما تخطط له حكومة نتنياهو في حملة الانتخابية وما موضوع الأخطاء الذي يطلل المستوطنين لاستمرار بجرائم الحرب والعدمات الميدانية وقلع الأجار ومصادر الأراضي وهدم بيوت والحصار والإغلاق ونشارة الأستانية في موضوع آخر طالب أمين سر لجنة تنفيذية لمنظمة تحرير صائب عريقات جميع الشركات المذكورة في تقرير منظمة العفو الدولية طالبها للتزام بمسؤولياتها بمجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتوقف عن المساهمة في تطبيع المستوطنات الإسرائيلية التي تعد جريمة حرب بمجب القانون الدولي وجدد عريقات دعوته للمجتمع الدولي لإحترام التزاماته بمجب القانون وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة لضمان عدم مساهمة أو تورط مواطنه وشركاته في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي هذا وكانت منظمة العفو الدولية قالت إن شركات عملاقة لحجز الأماكن السياحية عبر الإنترنت تدعم الاستيطانة في الأرض في الأصانية المحتلة وتجني أرباحا من جرائم حرب وردا على المنظمة قال ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان إنه يدرس إمكانية منع العفو الدولي من دخول إسرائيل في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت منظمة العفو الدولية أن شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد أبناء شعبنا بأنشطتها في المستوطنات الجاثمة فوق أراضي المواطنين في الضفة والقدس المحتلة تغذية التجمعات الاستيطانية بواسطة الشركات السياحية تتم من خلال إتمام حجوزات لأماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت لمئات الغرف والشقق السكنية الاستيطانية خلافا لإبرام صفقات تجارية تدر أرباحا مالية باهضة للمستوطنين يستغلونها في تعزيز أنشطتهم الاستيطانية والإمعان في اعتداءاتهم على المواطنين ومقدراتهم الخاصة مساهمة كبرى شركات السياحة العالمية في دعم المستوطنات غير الشرعية من بوابة السياحة المتنامية التي وجدت حكومة الاحتلال فيها ضالتها لتجميل صورة المستوطنات وإضفاء الصفة القانونية عليها ما يدق ناقوس الخطر على سمعة تلك الشركات التي تتورط رويدا رويدا في انتهاكات حقوق الإنسان وقد حان الوقت لكي تدافع عن حقوق الإنسان وتبادر إلى سحب جميع القوائم المدرجة على مواقعها العائدة إلى المستوطنات فالإرهاب ليس أنصرا للجذب السياحي مواقف منظمة العفو الدولية تجاه الشركات السياحية المتورطة في تغذية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية لم يرق لغلات الاحتلال الذين تناوبوا على إطلاق سيل من التصريحات والتهديدات من بينهم قلعاد أردان ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الذي يدرس إمكانية منع العفو الدولية من دخول إسرائيل وزير البيئة الإسرائيلية زائف الكين ذهب في ردود فعله إلى ديباجة معادات السامية زاعما أن المنظمة تنكر الحقائق التاريخية التي يستخدمها قادة الاحتلال كمخلب قط للقفز عن أي إجراءات أو تقارير دولية من شأنها محاصرة الاستيطان وموارد دعمه المالية في ظل عدم إذعان إسرائيل للقانون الدولي خالد طاوع تلفزيون فلسطين اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المشاركين في مسيرة سلمية في مدينة قلنسوا داخل الخط الأخضر ضد سياسة هدم البيوت سلام الشرقي والمزيد من التفاصيل بمواجهة شبح الهدم والدمار تقف مدينة قلنسوا في منطقة المثلث داخل الخط الأخضر عقب تلقي أهاليها العشرات من أوامر الهدم الفورية التي أخرجتهم إلى الشوارع للتصدي للسياسات الإسرائيلية منطفضين ضد ممارسات ترمي إلى قمعهم واقتلاعهم من أراضيهم وإن كانهم إسلامي كربوا أنا وأولادي بدنا نموت أنا وأولادي بعد الدار هاي بدنا لأني بنيتها في شطارتي وبتعبي وبجوعي وبجوعي شانا ضب أولادي وبيقدروش لأنه الله معاك البيت ملائم لثنين معاكين توم بيت ملائم لهم يعني سوين بدأ أجر أنا بدأ أجر بيت ملائم لثنين بيش عد بيش الحمد لله مواجهات بين المتظاهرين وشرطة الإسرائيلية تصاعدت إلى أن وصلت لإتداءات واعتقالات طالت الشبان الذين خرجوا إلى الشوارع رافضين هدم منازلهم ليلاقوا القمع والترهب الإسرائيلي الذي ما اكتفى بتهديد مستقبلهم بل اتبع سياسة التكبيل وكم الأفواه المعارضة لسياساته الهدامة الناس عم تدفع ثمن هاي الصرخة اللي هنا هي الصرخة اللي لازم تشوفيها أنت بالمحاكم بالمحاكم لما الواحد بوصل غاد وبدربوه وخالة في خمسين وستين ألف شيكل غير تكلفة المحاميين الناس بحسوش وجع كل مواطن إحنا بنعرف شو الناس هاي عمالها بتمرق بالمحاكم سنوات طويلة لا تخطيط مثل الناس الحكومة بتأتمو ولا خدمات مثل الناس هاي المطاف الناس مش عندها طريقة تانية غير تطلع على الشارع عائلات بأكملها تقف أمام مصير قد ينتهي بتشريدهم في العراء إذا ما أنزلت السلطة الإسرائيلية أوامر الهدم التي هددت بها ونفذت منها أربعة عشر أمرا في قلن سوا خلال العام الماضي وحده إرهاب يواجهه الأهالي اليوم بكل قواهم ويصرون على دفع أغلى ثمن مقابل إنقاذ بيوتهم من فك جرافات الهدم الإسرائيلية ضد القمع والهدم واجتثاث الحق بالعيش والمسكن ينادون وينددون دون كلالة حتى إيقاف السياسات الإرهابية الإسرائيلية التي تحصد سبوعيا ضحايا الهدم والدمار من مدينة قلن سوا سلام مشرقي تلفزيون فلسطين إلى الموجزة الاقتصادي مع الزميلة ناردين الطربي مساء الخير مساء الخير محمد مساء الخير ماء أسعد الله أوقاتكم مشاهدين وأهلا بكم في آخر أخبار الاقتصاد أكد وزير العمل مأمون أبو شهلة أن الوزارة تدرس خلال الفترة المقبلة إجراء تعديلات في بعض بنود قانون العمل لحماية المرأة وحماية حقوق العاملين وأوضح أبو شهلة خلال جلسة نقاش عقدت في البيرة أن الوزارة تدرس خلال الفترة المقبلة عددا من النقاط للتأكد من حماية حقوق العاملين وأهمها إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة وتحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية حقوق العاملين افتتحت وزيرات الاقتصاد الوطني عبير عودة الجولة الأولى للمفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وأوضحت عودة أن الجولة التفاوضية والتي عقدت في تموز الماضي في الصين تعتبر من أهم مخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة وأكدت عودة على ضرورة مراعاة الجانب الصيني لخصوصية الاقتصاد الفلسطيني بسبب وجود الاحتلال وفي خبر آخر ارتفعت أسعار الذهب لاتصل إلى حوالي 1312 دولارا للأنصة ولقيت الذهب دعما من استمرارية ضبابية التوصل لحل في العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة والصين إضافة مشاهدين إلى توقعات الأسواق بإبقاء البنك الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة دون تغيير أما فيما يتعلق بأسعار النفط العالمية فقد شهدت ارتفاعا نتيجة زيادة المخاوف من حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فانزويلا وبلغ خامو برينت في العقود الآجلة حوالي 62 دولارا للبرميل فيما بلغ نفط غرب تكساس قرابة 53 دولارا للبرميل نهاية النشر الاقتصادية مشاهدين والآن عودة لزملاء محمد ومأي شكرا أطلقت وكالة الأونروا من بيروت نداءا لدول المانحة لتعطية متطلباتها المالية لعام 2019 هذا وشهد مقر الوكالة في طرابلس اعتصاما شعبيا طالب خلاله المشاركون بتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الأونروا تتشارك الأونروا وأبناء شعبنا الضغوطات السياسية والمالية التي تواجهها المؤسسة الدولية وإن كانت تنعكس بشكل مباشر على شعبنا في طرابلس نفذت مخيمات الشمال اعتصاما نشدت فيه المؤسسة الدولية بسلسلة مطالب خدماتية إلغاء السقف المالي الذي تعتمده الأونروا للحالات المرضية المزمنة وطويلة الأمد اثنين رفع نسبة التحويل تماشيا مع سياسة الدولة المضيفة ثلاثة الجوبات للأطفال حديثي الولادة وتغطية الحالات هذه المطالب وغيرها رفعتها الأونروا إلى الدول المانحة من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة بيروت الأزمة ليست خلفنا هكذا عبر المدير العام للوكالة في لبنان مفندا الخدمات التي تقدم وداعيا الدول المانحة إلى تغطية متطلباتها المالية نطلب مليار ومئتي مليون دولار هذا هو المبلغ الذي حصلنا عليه العام الفائت وبناء على الوضع المالي قررنا أن نطلب المبلغ نفسه وإذنناه سوف نكون قادرين هذا العام أيضا على مواجهة الأزمة الأونروا تناولت عكاس وقف الدعم الأمريكي على خدمات الوكالة واستعرضت تعاملها في سوريا لافتة إلى أن أكثر من 85% من شعبنا هناك يعتمدون على الوكالة الدولية لداءنا ضمن لداء الطارئ للمنطقة من ضمنها ميزانية سوريا لبنان والأردن سوف تساعدنا على الاستمرار بتقديم خدمات الأونروا في سوريا ولبنان والأردن المؤتمر الصحفي استعرضت تحديات المالية مقدما الشكر للشركاء الدوليين من دول مانحة ومضيفة ومشيرا في ملف لبنان إلى حاجة نهر البارد إلى 60 مليون دولار لاستكمال الإعمار خلال عامين الأونروا تدق ناقوس الخطر للعام 2019 خطر تغطية كافة المتطلبات المالية والأولويات لما يفوق الخمس فاصل أربعة مليون لاجئة زينة عبد السامة التليفزيون في لسين بيروت نتوقف الآن مشاهدين مع أخبار الرياضة وزميلة كيان نصيف إليك يا كيان ما سو خير ما سو خير ما سو خير محمد أهلا بكم مشاهدين الكرام يرغب ريال مدريد في التعاقد مع باولو ديبالا وأليكس ساندرو نجمي يوفينتوس خلال الفترة المقبلة ووفق لموقع كالتشو ميركاتو فإن ريال مدريد مهتم بضم ساندرو وديبالا حيث إنه في حاجة ماسة للتعاقد مع بعض النجوم بعد الظهور المهزوز للفريق في النصف الأول من الموسم الجاري وارتبط ديبالا وساندرو بالرحيل عن صفوف يوفينتوس في الفترة الأخيرة في ظل اهتمام العديد من الأندية بخدماتهما وإلى خبر آخر حيث دافع مدرب ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلاب عن لعبه محمد صلاح بعد تعرض النجم المصري لانتقادات بدعي التحايل للحصول على ركلات جزاء وتعرض صلاح الذي شارك في احتساب أربع ركلات جزاء لليفربول في آخر خمس مباريات في البريمير ليغ لانتقادات كثيرة بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جديدة أمام كريستال بالاس لكن الحكم جوناثان موس رفض احتساب الخطأ وأكد كلاب للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي بأن كل اللاعبين يمكنهم فعل ذلك من وقت إلى آخر ولا أحد في الواقع يتحدث عن ذلك وتسير الأمور على ما يرام أعلن سيرجي راموس قائد ريال مدريد مشاركته في إطلاق فيلم وثائقي بالتعاون مع شبكة أمازون عن مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم ونشر راموس عبر حسابه الشخصي على تويتر مقطع فيديو يعلن فيه عن إطلاق الفيلم وأعبر راموس عبر تويتر عن سعادته بهذا المشروع العملاق مع برايم فيديو والذي سيكون متاحا حصريا عبر أمازون برايم كشفت تقارير صحفية اليوم أن النجم التنس رفايا المدال سيتزوج من رفيقته فرانسيسا بيرلو الخريف المقبل وذكرت مجلة أولا المعنية بأخبار المجتمع والمشاهير أن هذه الأنباء نقلت أو نقلت عن مصادر مقربة من ندال وبريلو وأشرت الصحيفة إلى أن الزفاف سيقوم في جزيرة بالما دي مايوركا الإسبانية مسقط رأس ندال وتأتي هذه التقارير عقب أيام قليلة من سقوط اللاعب الإسباني الأحد الماضي في نهاي بطولة أستراليا المفتوحة أمام الصربي نوفاك ديوغوفيتش المصنف الأول عالميا نهاية الجولة الرياضية لهذه الليلة شكرا للمتابعة عودة إلى زملاء بالاستوديو شكرا لكم تنسم السير مروان أبو غنيم من بلدة كفر قليل في نابلس نسيم الحرية بعد 12 سنة قضاها في سجون الاحتلال إلى التفاصيل باستقبال عسكري مهيب بمشاركة كوادر المؤسسة الأمنية في محافظة نابلس وآخر جماهري حاشد احتفت جماهير المحافظة بالأسير المحرر مروان أبو غنيم ابن بلدة كفر قليل جنوب نابلس لتنسمي الحرية بعد 12 عاما من الاعتقال لتتوجى زغاريد الأم المتلاهفة للقاء فلدة الروح أجواء الفرح التي سادت البلدة والمهرجان الحاشد الذي أقامته حركة فتح على شرف استقباله بمشاركة عضو اللجنة المركزية للحركة دلال سلامة ومحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان وقادة المؤسسة الأمنية الفرحة يعني مش واسعتني مش قادر أتحمل 12 سنة وإحنا رايحين جايين على المعابر ما سدكتهن يمضين الحمد لله رب العالمين عقبال كل الأسرة يا رب وفي حضرة سفراء الحرية ورموزها يتجدد العهد لعمالقة الصبر بالوفاء لهم ولتضحياتهم والسير على خطاهم خصوصا في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية القمعية بحقهم مروان أبو غنيم يخرجوا أبناء شعبنا ليوصلوا رسالتهم بأنهم ملتفون حول الأسرة ملتفون حول قضية الأسرة حول قضية الشهداء حول قضايا الشعب الفلسطيني جميعا ولا مجال للتنازل وملتفون حول قيادتهم المتمسقة بحقوق الأسرة والشهداء أيضا ومتوسكة بالثوابت الفلسطينية كل يوم يخرج مروان ومئة مروان سليعتقلوا ما يريدون وليقتلوا ما يريدون إنما نحن هنا وهكذا يقول مروان أن داخل السجون هي الحربة الأصيلة التي ناجع دوما يجب أن نعتز بها هذه القلعة داخل السجون الأسير المحرر أبو غنيم أحد عناصر جهاز الشرطة طرده الاحتلال لثلاث سنوات ونصف انتفاضة الأخصى قبل اعتقاله في العام 2006 بكر عبد الحق تلفزيون فلسطين نابلس والآن إلى أخبار التخص ونشر الجوية وزميلة نسالي رنتيسي مساء الخير محمد أهلا بكم مشاهدنا الكرام في أحوال الطقس تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة بشكل طفيف وتكون الأجواء صافية بوجه عام وباردة نسبيا إلى باردة أما الرياح فتكون جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع ظهور كميات من السحب وبالنسبة ليوم غدا فتنخفض درجات الحرارة مع استمرارها فوق معدلاتها السنوية العامة ويكون الطقس باردا نسبيا نهارا وذلك نتيجة دفاع طيارات هوائية غربية رطبة نسبيا باتجاه البلاد ونظرا لأن الكتلة الهوائية الباردة الرئيسية بعيدة عن المنطقة تتواجد فوق غرب تركيا واليونان والبلقان لن تتسبب بهطول أمطار أو بتشكيل منخفض جوي وعليه تستقر الأجواء يوم الجمعة وترتفع درجات الحرارة قليلا ويسود طقسا لطيف ظهرا وباردا في ساعات الليل مع استمرار حركة الرياح عبر البحر وبالتالي تكون الأجواء رطبة نسبيا ليلا وخلال ساعات الصباح أما الآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدا في بعض المدن الفلسطينية حيث سنبدأ من العاصمة القدس المحتلة فمن المتوقع أن تسجل 14 درجة مئوية ننتقل إلى رمولة 13 أما نابلس ف15 طباس 18 جنين أيضا 18 تول كرم وقلقلية 19 درجة مئوية أما سلفيت ف14 أريحة 22 ويت لحم 14 الخليل 13 والآن ننتقل وإياكم مشاهدنا الكرام إلى المحافظات الجنوبية ونبدأها من غزة 18 در البلح 19 خان يونس 18 وأخيرا رفاح 19 ومن درجات الحرارة في محافظات الوطن إلى بعض العواصم العربية والعالمية اشتركوا في القناة إلى هنا مشاهدنا وصلنا لنهاية النشر الجوية أمل أن عدل الزملاء محمد ومعي شكرا لك نتالي أفهم ومشاهدنا لم يتبقى إلا أن نذكر بالعنوين شهدة برصاص الاحتلال شرق القدس وأبناء شعبنا يشيعون جثماني الشهدين شماسني والنباهين إلى مثواهما الأخير الاحتلال يهدم بناية سكنية ومحالة جارية في القدس وعصابات المستوطنين تضرب مجددا في نابلس تل أبيب تهدد العفو الدولية بعد كشفها تورط شركات سياحية عملاقة في دعم الاستطام وتابعنا وإياكم مشاهدنا في التاسع الأسير أبو غنيم يتنسم عبير الحرية بعد 12 سنة قضاها في سجون الاحتلال شكرا لطيب متابعتكم لكم التحية وإلى اللقاء شكرا لطيب متابعتكم لكم